حكيت انا عملت مدخلات يكفي هالموضوع ذا هالفساد اليوم الصعيب انه يتم مكافحته هالدولة اليوم تنفح عاجز عن مكافحته لا ينتهي الفساد فساد جزء من الحياة جزء من المكينات من الدوران من الحركة الفساد لا ينتهي لا في تونس ولا في غير تونس نقلل منه فهمت؟ ونحده منه ونظل دائما متأهبين له ونحاربه بس الفساد لا ينتهي وكل واحد سادج يعتقد ان الفساد سينتهي في سويسرا ولا في النمسا ولا في تونس هو سادج على قلل نسبة لا هذا هو اللي نكافحه من أشلو هو انه يصير انه خمسة في المية عشرة في المية فساد سبا لازم تدور الدولة بالعشرة في المية فساد هذيك الزيوت الوسيخة امام مش خمسين وستين في المية وثمانين في المية ومش ان الدولة كل فاسدة وموظل فيها وكذا وكذا ومؤسست ثاني الفساد تعال نحللوه شو هو الفساد ياخي الفساد هو اخذ رشوات فقط ياخي انت كتخلي الكهرباء مفتوحة الليل كامل ما وفساد انت كتتمشي تطبع فيه وراك فيه مكان ما انت كتجي تضيع وقت شغل متاع يوم تشتغله فيه خمسة ايام انت جيت عطل الشركات متاعك في المكتب وبعدين تمشي تخرج فساد كبير وفساد غير وميرن ومتطور ويخدم بها سليب متطورة وما فيه ايش هال الدغمئيات والحسد والكيديات تقبض عليهم وتناجي تعمل حدود وتناجي تعمل شروط لكل صفقة تجارية لكذا بس اليوم من يحرص الفساد اليوم اشكون ليرقبي اليميزانية اشكون ليرقب الصفقات العمومية اليوم اشكون ليرقبي مصاريف وزارة الخارجية بره اشكون ليرقب و mandi رقب وين هي الرقبة الصفقات العمومية يこんな مرات يا عزيزتي التقي موليك لا تشتا Soviet فأم يسكر الحلول لا ي Virus لا ي בסلطة مضادة لا ي当然هم ان يوجد صفقة عمومية لم يكن هناك أيضاً محكمة بشكلها فلن يكون هناك سعر حسب المرسوم التي تفعلها لا يوجد أيضاً محاكم ويوجد أيضاً محكمة الإدارية لا تنصف القدارات المعظولين لا تنصفوا لك لا يوجد أيضاً لا يوجد أي أجهزة والمؤسسات ترقب لدينا كم مؤسسات لدينا ناحت لا يوجد أيضاً محكمة كما ترقب برلمان ميزانيات والتفاقات وكان متهم حتى هو تقسم الكعكوة بالفاسد ما هو على الأقل عندي واحد أن يحاسبه ويحاسبني ويراقب العاية ويراقب فيه عندي باش تتوى ما عندكش خلي عارب يخلي نقول لك البرلمان الوجيه منزل كل منطقة عليها ورقيب يا عزيز تيراني ما نقول لكش ان البرلمان راه مثماش برلمان في العالم نظيف راه البرلمان في امريكا مشكل من رجال العمال هذا واحد من فليب موريس وهذا يملك البنوك وهذا يملك العقارات وهذا يملك كل شيء هذا يملك بيع السلاح هذا البواقر هذا يملك بيع السلاح هذا البواقر راه البرلمان الفرنسي يرى فيه رجال العمال منهم مش تجاه منظورين يدافع على مؤسساتهم يدافع على يعني اليوم كنجي الدولة الفرنسوية تصدر قرار هكاكع العمياني عند توازونات اقتصادية هذه الكهرباء هذه الدفع الروحة هذه مؤسسات سلاح الدفع الروحة هذه مؤسسات كده الدفع ولي دايك تاخد توازونات ولي دايك ما عاش تقولوا لي البرلمان فيه رجال عمال وفيه كده تحبوا رجال تحبوا يعني تحبوا برلمان معبي بمربية جاج ومعكام الاحتراماتنا ليهم عليهم مفتوض يجي أجو غالي ومطلوب يجي أجو غالي ومطلوب شوفك اللغة هذيك انا كرعت في تونس كل واحد تذكره يكي تاوني نسيبه في كده هي وقتوضوا عبي جاجو غدو حبيت ايش فعلتها نذكر العمال مع احترامي ليهم سواخ تقسيات مع احترامي ليهم وقت اللي تقول مع احترامي ليهم في داخلك لا تحترم اي نعم ماش كنتي ماش اني ماش انتي نحكى على اللغة هذه اللغة اللي يرحمه ايو الله يرحمه اي انا من حبهاش اي انا نحبا ما نحبهاش كقائد سياسي ما يرحمه هك اي اي ما باتباد ما نجيبش بقول علي اليمين ولا قيصر ولا الدجولة لا يرحمه مع انها علا اعنى اللغة هذي شو الله يرحم يعني كيف قول قائد السبسي هذا الفولكلور التونسي مايوصل لايشي. هالفولكلور هذي التونسي مايوصل لايشي. خلنا تجاوزوها البرلمان اللي يعمل اه قوانين خاصة باليخوت شعب التونسي كل عنده يخوت هاليوم يهموا اليخوت. شو شو? نرجع لك للقانون. قانون لي صار جدل عليه في البرلمان اللي فات في علاقة بالقانون في علاقة بالتخفيض على اليخوت وغيرها. الناس عندها كراهب وعندها مشاكل مش ناس كل خلطة تشريك كراهب. فما بالك باليخوت تقول يا هالبرلمان راهم مش مطالب يكون برلمان متاع الجيج ولا متاع الجيج الاعمال. لا 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 اصحاب اليخوت مصالح. هاي هات تخطي على المصالح. كما هو البرلمان هو قبة المصالح المشتركة. ايوه. يا هاي. هاي هاي. هايوه. لازم نفهم البرلمانات في العالم. يا راي هي مجلس. لتسويات المصالح. لاتشارك. اعطيني نعطيك. لازم نفهم البرلمانات في العالم كل هك. لا تريد أن تفعل برلمانك ولا تريد أن تفعل ديمقراطية. يجعل البلد يملكها واحد. البرلمان هو يقسم الفائدة العامة أو الصالح العام. يقسمه بين أصحاب المصالح. اليوم يرى البرلمان البريطاني أو الفرنساوي أو التركي أو أي مكان يمثل مصالح تركيا المتشابكة. تركيا المتشابكة. يجعلها في حلول وقسمات و تقسيمات و تشاركيات. هذه هي البرلمانات وهذا هو من أجلها. على مستوى التشريع، على مستوى الثروات، على مستوى المصالح، الرقابة الخارجية، الاتفاقيات الخارجية، على مستوى البحر، على مستوى النهار، على مستوى كذا. هذا هو البرلمان. كل شخص يأتي برلمان. ملوين نائم الشعب. ثم يوجد برلمان آخر في كوريا الشمالية أو في البلدان الأخرى التي كانت اشتراكية، الكتلة الاشتراكية، هذه توافق في السيد الرئيس. هذه توافق في السيد الرئيس لأن السيد الرئيس عنده حزب وعنده قيادة عامة وعنده سياسة مخططها الحزب ومخططها عبر خمس سنوات، خمس سنوات، خمس سنوات، هذه المخططات. توافق في السيد الرئيس، نائب الشعب، ويأتي البرلمانات ويأتي البرلمانات ويأتي البرلمانات في العنظمة الديموقراطية والرئيس المالية الليبرالية هي تأتي تدد نقش، وكل شيء من جديد، وكل اتفاقات على حدة، وكل قطاع على حدة، نأتي نعمل لنا سياسة الماء، نبدأ بكذا أو نبدأ بكذا، لا انرتك على مفعلات النوية، أو renovation عن مياهwagenwagen Cuban 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 znклад وكل تأتي مقترح، حتى أنه محب ومع Bueno Manicic 저� empresa فإنهم لم ن총 المطاقات جدا هذا الجامف من Blockchain حتى نفهمواه كما لا يع Привет انه ف Wilson لا بقول لك هوا أكبر صاحب المصلح القوية والرأسمال القوي هو اللي بش يفرض شروطه على البرلمان وعلى الدولة نفسها هدايا لازم نفهموه كنفهمو هذا تتحلل نشكالية كنفهمو أنا ما أقولكش هذا مثالي لا أقول لك هذا مثالي أقول لك كيف تشتغل البرلمانات البرلمانات هي يعني مجالس كما مجلس السوق كما مجلس كادة كما مجلس إياه إدارة مكش بشتتوحشوا البرلمان مكش متراشح كما هذا قانون الانتخاباته قطرنا في بالقطة قانون انتخابات يخرج قطع واحدة الرئاسة كيفاش مجلس الشيوخ كيفاش مجلس النواب كيفاش الإعلام كيفاش كاذا 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 ؟ اليوم هو يعني حصة بحصة حصة 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 حتى يجينا نشوفوا الحصة الثانية شي بتعطي ما فيش هذا هذا برلمان مش يكون برلمان معتمدين يعني هم واحد ما سميه بيرو دور دور انت هكذا هو هو الإعلان عن وظيفة شاغرة في دولة مفلسة هذا قانون الاتخابات إعلان عن وظيفة شاغرة في دولة مفلسة من أجل نظام من أجل يعني إصلاح نظام عقيم ومشوه واضح شكرا جزيلا أنا مفكر والكاتب صافي سعيد شكرا لكم على حسن المتابعة لا في توس ماليش لما أفكر لشي في دولة وعدنا غدوا إن شاء الله بالنصف لها الماضي ساعتين أجمل تحية زينة زيديو كيب الفريق ستوديو شمس بعد شوية الأخبار مع وجيه النمر كرونسبور وحلقة جديدة اليوم مع محمد بيار في شمس بزنس في لمحن